القصص الإنسانية من غزة كثيرة مشاهدين بعضها يوثق بالصوت والصورة وبعضه ربما لم تكن الكاميرا شاهدا عليه وأصبحت معظم هذه القصص بين فاقد ومفقود وبين شاهد وشهيد للأسف أحمد طفل فلسطيني من قطاع غزة أثارت شجاعته إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فالفيديو الذي وثق وثق له بالأمس داخل المستشفى وهو ينقض الغبارة عن ملابسه ومن الواضح أنه قد تم إنقاذه من بين خطام منزل سكني مدمر بغارات الاحتلال شاركه الآلاف حول العالم مع تعليقات تشيد بشجاعته الكبيرة عمه فش إشه بس برجف هكذا كان رد الطفل الغزوي الشجاع في الوقت الذي كان يحاول فيه الأطباء تفقد الحالة الصحية للطفل بإجراء فحص روتيني له لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لإصابة في منطقة معينة من جسده فجاء رد أحمد بنبرة يحاول من خلاله طمأنط الطبيب ومرافقيه بدلا من أن يطمئنوه على حالته الصحية موسيقى 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 بطل يا أحمد ومع أنه من الواضح أن أحمد يواجه صعوبات في التنفس إلا أنه واصل محاولاته لطمأنة الطبيب المعالج وأرجع صعوبة التنفس التي يعاني منها إلى أنه فقط يرتجف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين تداولوا الفيديو مع تعليقات تشيد بشجاعة أحمد وصلابته يارى مثلا تقول طفل شجاع عن ألف رجل يقول فيه إشي أنا بس برجف طفل ناجن من قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يطمئن الكوادر الطبية على صحته أما أسامة دمور فيقول والله هذا الشعب لن يهزم طفل يتحدى الوجع بعد وصوله إلى المستشفى نتيجة إصابته في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في غزة أما علا فتقول إذا أطفالهم هيك بهذه القوة فكيف رجالهم ويعيش الأطفال مشاهدين في قطاع غزة جحيما حقيقيا على الأرض بسبب القصف المتواصل على منازلهم ومنذ السابع من أكتوبر الماضي شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب وخلفت حتى اليوم ما بين 17700 شهيد و48780 مصابا معظمهم أطفال ونساء كما خلفت دمارا هائلا في البنى التحتية وكاريثة إنسانية غير مسبوقة بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية